مرحبا جزيلا متابعي قناة بلين بعين عربية الفيديو مات اليوم على الانستغرام وتحديدا كيف راح اوقف إلغاء اقتراح حسابي في الانستغرام للأشخاص حبيت عملكم هذا الفيديو لكن قبلها رجاءا كل شخص يدخل على هذا الفيديو وغير مشترك انه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولا كم بي خلي ندخل من داخل الانستغرام اشرح لكم اقتراحات الاصدقاء وكيف راح ألغي هذه الفقرة في الانستغرام اوقف اقتراح حسابي للآخرين راح ادخل على الانستغرام وهذا حسابي اللي حبيب يراسني بعد ادخل على المحادثة بيني وبين اي شخص دخلت على اي شخص ادخل هنا بالأعلى راح تشاهدون هنا في علامة هنا علامة شخص لو كبست عليها راح تظهر هنا اقتراحات للحسابات اللي مشابهة لهذا الحساب ممكن من اصدقاء ممكن من الانستغرام حتى تلغي هذا انه حسابك راح يظهر هنا راح نعمل حتى تلغي اقتراح حسابك للآخرين في الانستغرام راح تدخل تسجل من اي متصفح واني راح اسجل متصفح جوجل بعدها اعمل تسجيل دخول واني اعمل تسجيل دخول قبل ما اشرح لكم تحول للغة العربية بعد ما حولت اللغة العربية ادخل هنا بعدها راح تظهر عندي هذه الصفحة اروح على تعديل ملف الشخصي تظهر عندي تعديل ملف الشخصي في هنا هذا العلامة السهم هذا هنا تلغيها وتعمل يقدم هذه معناتها انه اي حسابك مراح ينعرض للاشخاص وتقل كلش نسبة انه اقتراح حسابك للآخرين هاي الطريقة الوحيدة اللي موجودة نهاية الفيديو اذا عجبك الفيديو واستفادة اتمنى اتمنى لا تنساني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس استحياتي لكم مع الف سلامة قبل ما انهي الفيديو فقط حبيت اشير لانه تروح على ثلاث اسطر تدخل على اول خيار الاعدادات راح تروح على اول خيار اكاونت سنتر راح تظهر عندك هذه الصفحة تروح على كلمات السر والامان ضروري تروح على الاماكن اللي تسجلت الدخول منها هذه الشغلة كلش مهمة ليش حتى تعرف اي مكان احد دخل عندك انا الايفون 13 برو ماكس شوفوا اكتشف عمليات تسجيل دخول غير معروفة مراجعة الاجهزة ايضا نفس الشي لان انا سجلت من المتصفح فدائما حاولوا تتأكدون انه ما في احد داخل حسابكم سواء بالواتساب الانستجرام وخصوصا التليجرام كلش صوردة سرق من عنده دائما تأكدوا من هذه النقطة دائما نذكرها لان للأسف حسابها لا تكثير تتكر من تروحون على المصلح يقدر يدخل الرقم او صديق وللأسف يبقى حسابكم شغال بالجهازين تحياتي لكم مع الف سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر